الله أكبر الله أكبر لا خير العمل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم لا زلنا نعيش ذكرى ميلاد السبط الأكبر الأمام المشتبى الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه في مثله يوم أمس يصادف يوم أمس هذه الذكرى العظيمة أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذا الإمام العظيم صبط رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جسد سورة الكوثر الخير الكثير في رسول الله صلى الله عليه وآله ظهر بهذه الولادة العظيمة كان يعير بأنه الأبتر ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فرح فرحا عظيما عندما أثبت الله تبارك وتعالى الخير الكثير بهذه الولادة من بنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وهو الإمام الذي يستشهد القرآن الكريم في آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبنائنا لاحظوا هذا الأول من يطرح اسمه في قضية المباهلة ورسول الله التحدي الأعظم في قضية الوحدانية الإلهية أبنائنا أبنائنا أول الأبناء هو السبط الأكبر صاحب هذه المناسبة قبل نسائنا وقبل أنفسنا هذه الأولية ليست اعتباطية هذا قرآن هذا يكشف عن مجالات ربما لا يكاد يدركها الإنسان ليش أول من استخدمه الله تبارك وتعالى في أمره إلى رسوله فقل استعمله الله تبارك وتعالى في مقام التحدي هو صاحب هذه المناسبة فقل تعالوا ندعو أبنائنا أول الأبناء هو الإمام الحسن المشتبى صلوات الله عليه في حديث الكساء أول من دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإمام المشتبى الحديث المعروف هذه الحادثة التي هي جوهرة البركة من آل النبي صلى الله عليه وآله حديث الكساء المعروف أول من دخل على رسول الله تحت الكساء الحديث المعروف هو الإمام المشتبى صلى الله عليه هذه الأولية في معادلات الله ماكو تسيب ماكو اتفاق في معادلات رب العالمين ذرة اتفاق ماكو هناك علل هناك أساليب هناك أناوين في طريقة رب العالمين لماذا يجب أن يكون الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة العظيمة حديث الكساء أول من يدخل على رسول الله هناك أسباب ليس الحديث الآن في مجال لفتح هذه الأبواب ولكن الغرض من البحث في هذا اليوم بيان جانب من عظمة الإمام ترتبط بظروفه التي عاشها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أكبر مطور بشري في التاريخ مطور بشري صانع أمة صنع أمة كانت هذه الأمة ما أصابها الخور كما أصاب أمة رسول الله صلى الله عليه وآله بعده أفئم مات أو قتل إنقلبتم ما إنقلبوا بل ثبتوا وأفضل شاهد على هذا الثبات وقعت عاشوراء من صنع رجال عاشوراء الإمام الحسين صلى الله عليه كلا الإمام الحسن هو الذي صنع هذه المواقف وهذه البطولات تربية الإمام الحسن هذه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما مكث كثيرا بعد الإمام الحسن ما كان مجال لصناعة هؤلاء الرجال ما كان هناك اتصال في حياة الإمام الحسين مع هؤلاء مع حبيب مع واحد في الكوفة واحد الإمام الحسين في المدينة واحد في الكوفة واحد في البصرة واحد ما كان هناك اتصال التنشأة لاحظوا هذا اصطلاح يصطلح في علم النفس بعنوان الجمعنة هذا مو مهم الاصطلاح التنشأ التنشأ أبرز عنوين علم النفس على الإطلاق وهي أكثر العناوين جدلا في علم النفس تنشأة البشر صناعة الإنسان بالتالي هذا العنوان أكثر العناوين جدلا في علم النفس أكو خلاف كثير كيف يمكن تنشأة البشر صناعة الإنسان تجد في أهل البيت عليه الصلاة والسلام الماكنة الأساسية في صناعة الإنسان وتجد أبرز هذه الماكنة في حياة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام مو فقط صنع أمة أرقى من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن الكريم يقول إن قلبتم يعني كلكم وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل إن قلبتم القرآن جايحكم حكم يعني مو مو أن هذا الشيء مثلا العياذ بالله يكون تخرص لا جاي يبين واقع خارجي إنقلبتم على أعقابكم كلكم مو فقط الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام صنع أمة بل بل حول أمة جده صلى الله عليه وآله إلى حضارة هذه هذا الدور الإمام الحسن حولهم إلى حضارة هائلة إلى تمد كبير هائل بحيث تمكن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يستفيد من هذه الحضارة هائلة فحصل احتكاك مع بني أمية وتلك الأمة الهائلة الطاقة الهائلة اللي يمكن كان خمسمائة سنة كان يمكن أن تبقى وتعيث في الأرض الفساد هذه الحضارة النبوية كونها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام صنع جماعة في كيفيات راقية جدا من الثبات والعقيدة والإيمان والشعور ثم حول من خلال هذه الجماعة تلك الأمة الخاوية المنقلب على عقبها أجلكم الله في الروايات أكو البوال على عقبها حولها إلى حضارة إلى يوم القيامة من سوى أمة النبي حضارة هذه الأمة المتخلفة التي أهوى ما صدر من خلالها أنه انقلبوا على أعقابهم غير الجنايات التي ارتكبوها من خلال هذه الحقبة بعد رسول الله صلى الله عليه والاعتدوا على أعز على بضعة رسول الله أعز الخلق عليه وجرى ما جرى هذا كيف حصل هذه التنشئة كيف حصلت يقولون أركان التنشئة الفعل والاتصال الإمام الحسن صالح معاوية وفي هذا الصلح كانت البركة العظمى ليش الوضع أبدا ما كان يسمح الإمام الحسن جنحوا جنحوا للسلم أكو بروتو أكو بروتوكولات فوراً أنت تستجيب يا رسول الله وتوكل على الله شوفوا الأمر بالتوكل على الله يكشف عن قضية خطيرة هذه العملية أن الطرف بمجرد أن يمد جناحا للسلم والصلح فوراً الإنسان يستجيب هذه عملية بالغة الخطورة جداً خطيرة لأنه هذا يمكن يستغلك يمكن يمهد لحرب ويمكن يشتغل شغل ثاني الاستجابة للصلح هذه خطيرة للغاية ولكن مناقبية الإسلام تفرض على القائد الإسلامي فوراً أن الكفار إذا جنحوا لسلم بعد لا تقول أن هذا ملعون هذا جاي خطط هذه أخلاقيات الإسلام خطيرة القضية القرآن يبين هذه الخطورة يقول وتوكل شوفوا ليه أشي الأمر بالتوكل على الله هذا بما مضمون هائل التوكل على الله الله يقول أنت افتح جناحك وخلي بالك علي لا تخاف أنا أضبطها توكل على الله فيه إشعار هائل على أن القضية خطيرة بمكان وليه أشي التوكل على الله وإلا القضية إذا مضبوطة إذا القضية قابلة للتدارك ليه أشي لعد التوكل على الله التوكل على الله بإشعار هائل قضية خطيرة وتوكل على الله بعدين الله في القرآن يقول بعد ما يقول أنه هو السميع العليم هذا أيضا إضافة توكيد يعني يقول أنا زيان أفتهم شنو الحديث وأنا زيان أسمع هذا هذا بيان لخطورة الموقف الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الموقف وهذا الموقف كان فيه ثمن باهظ على سمعته أقرب الناس إليه الحواريون من أصحابه عابوه على هذا الموقف مو فقط عابوه شتموه على هذا الموقف أصحاب أمير المؤمنين هؤلاء الحواريون قالوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين السلام عليك يا مسود وجوه المؤمنين هذه العبارات روحوا شوفوا التاريخ مليء العشرات من أصول روايات الشيعة يذكرون هذه القضايا ابتداء من ابن شعبة الحراني في كتابه المعروف تحف العقول لاحظوا في كتاب محمد بن سليمان الكوفي سنة ثلاثمه هذولف من أوائل في الصدر الأول من التاريخ الهجري في كتاب مناقب أمير المؤمنين الخصيبي في الهدايا الكبرى مقاتل الطالبين أبو الفرج الأصفهاني دلاء له الإمامة محمد بن جرير الطبري هذا الموالي الشيعي الاختصاص للشيخ المفيد مناقب آل وابي طالب لابن شهر شوب ملاحم والفتن سيد بن طاوس الذخائر العقبة أحمد بن عبد الله الطبري الشيعي الصوارم المهرقة للشهيد نور الله التستري راجعوا كلهم ذكروا دخل حجر ابن عدي حجر حجر جليل 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 جدا جليل شوفوا حيثيات الحادثة حجر ابن عدي على الإمام الحسن علي السلام فقال السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال عليه السلام ما شنو ما شنو مذل المؤمنين فقال عليه السلام ما ما كنت مذلهم بل أنا معز المؤمنين وإنما لاحظوا أردت الإبقاء عليهم هذه هذا جدا كلام مهم إنما أداة حاصر الإمام حافظ على هذا الجسم كان على مشارف انهيار في حديث آخر رواية أخرى تحف العقول يرويها لما طعن الناس فيه واختلفوا فيه في الإمام الحسن سلم الأمر لمعاوية فسلمت عليه الشيعة بأسلام عليك يا مذل المؤمنين ابن شعب الحراني في كتاب تحف العقول فسلمت عليه الشيعة فقال ما أنا بمذل المؤمنين ولكني معزهم شوف الرواية إني لما رأيتكم ليس بكم عليهم قوة سلمت الأمر لأبقى أنا وأنتم بين أظهرهم كما عاب العالم السفينة قضية الخضر وموسى العالم يعني الخضر السفينة لتبقى لأصحابها هذا عيب حصل هذا خور مثلا العياذ بالله هذا تراجع حصل أمام معاوية ليش؟ ليبقى لتبقى كما عاب العالم السفينة لتبقى لأصحابها وكذلك نفسي وأنتم لنبقى بينهم إني لأحدث شوفوا الإمام جاي يتحدث عن معاناته شوفوا شوفوا أن أصحابه كم كانوا مو في المستوى إني لأحدث الرجل منكم بحديث فيتحدث به عني فأستحل بذلك لعنته والبراءة منه أقول له كلام هاي خيانة احفظ هذه أمانة الكلام خاص أنا جاي أطرح لك قضية أنت تروح تشيحها فيستحل مني لعنته والبراءة منه أنا أحشي كلام ما كانوا في المستوى فإن أبي كان يقول وأي شيء أقر للعين من التقية التقية هذه هي التقية أن هناك قضايا استراتيجية هناك قضايا مهمة في الحرب لازم الأطراف يدركوها لما الأصحاب الإمام الحسن ما كانوا بذلك الوعي اللي يتمكنون يحفظون سر من أسرار الإمام هذا الإمام يقدر يقاتل يقدر يخوض حرب مصيبة كانت هذه إجمالا ثمانية عنوين هي تشكل الخلفية لهذا الصلح المعاناة الأساسية من الإمام الحسن أولا ها التركة يعني هذه التركة اللي ورثها أمير الإمام الحسن من حياة أبيه ها التركة هذه الإرهاصات الهائلة اللي حصلت في حياة أمير الممين من ورثها الإمام الحسن تركة متمزقة كانت التمزق من شنو؟ من ثمانية عنوين أذكرها كلمة كلمة سريعة أولا الماكنة الإعلامية التي كانت بيد معاوية تصنع الدعاية السوداء ضد أمير المؤمنين في ثمانين ألف ممبر كانوا يلعنون أمير المؤمنين عقود يشتمون أمير المؤمنين هذا ما كان بس يصعد يقول اللهم العن كذا لا كانوا يجون يسبون يشتمون يحجون حتي باطل ضد أمير المؤمنين هذه الماكنة بالنتيجة لها تأثير ماكنة رهيبة هذا الجزء الأول من تراث هذه التركة المتمزقة الجزء الثاني المشكلة الثانية الماكنة الإعلامية التي كانت تضع الحديث الآلاف من أصحاب رسول الله معاوية كان يشتريهم ينطيهم المبالغ الباهظة ينطيهم مئة ألف دينار حتى يضع حديث واحد بهذا الحديث الواحد كان الإسلام حقيقة يتعرض للإنقراض أصلا هذا واحد صدوق يعتبر مثلا واحد من أجلاء أصحاب رسول الله من عظماء المسلمين يشتري ذمته يضع الحديث هذا الحديث يضعه كان يأثر حديث منحرف قال رسول الله صلى الله عليه وآله كثرت علي الكذابة وستكثر من بعدي الكذابة عن صيغة مبالغة الماكنة التي تحدث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ولد إرباك كبير في الوسط الإسلامي هذا جزء من تركة إمام الحسن التركة التي ورثها إمام الحسن عليه الصلاة والسلام الماكنة الإعلامية في الدعاية السوداء ضد أمير المؤمنين وفي قبال ذلك في صنع الحديث المنحرف التضليل بلا حدود كان في عهده الإمام الحسن تضليل ماكنة تضليل بلا حدود تنتج روايات في كل المفاهيم من الله توحيد رب العالمين وانت نازل كله زيف هذا الأحاديث زيفت كل هذه المفاهيم تغيرت أصلا فالله ثاني صار إلى يومنا هذا الأله اللي هم يعبدوش لون الله الله متين وسمين ويقعد على العرش هاي البخاري إن العرش لا يأض من تحت الله هذا من توعيد الله زيفوا وانت نازل على رسول الله كذبوا هذه هذه عملية التضليل بلا حدود ثالثا كان هناك جذب في عهد أمير المميع عليه الصلاة والسلام جذب في جانبيا أولا جذب في القادة والمدراء الذين يعرفون إدارة البلاد ماكو إمام الحسن إذا كان يمسك عصب القيادة فمنه كان يريد يقود هذه البلاد الشاسعة الدول الإسلامية كلش كبيرة في خارطة اليوم أكثر من خمسين دولة ذاك اليوم في خارطة اليوم أخذ من المغرب إلى عمق أفريقيا إلى عمق أوروبا إلى الشرق آسيا هذه الدول كلها كانت إسلامية أمير المميع عليه الصلاة والسلام في عهد الطيبين انقتلوا مالك انقتل هذول الذين كانوا يتمكنون يقودون محمد بن أبي بكر واحد تلو الآخر قتلوا هذا حصل جذب الإمام الحسين إمام الحسن يريد يدير الدولة إبياهو أين الناس هذول هذول الذين أقرب الناس إليه كانوا يسمون السلام عليك يعني لا يفهموا لم يكنوا مطيعين جذب في القيادة في القادة هناك جذب في القادة في جانب ذلك هناك جذب في المخلصين المضحين كان باستعداد أن يخدم الإمام الحسن لكن لم يكن باستعداد الناس باستعداد أن يضحوا يثابروا ما كانوا مستعدين قضية خطيرة كانت قادة ماكوا ثابتين ماكوا مضحين ماكوا المشكلة الخامسة مشكلة الحروب الثلاثة التي فرضت على أمير المؤمنين هذه الحروب إرهاصاتها كانت باقية الحروب والحرب الذي فرضه معاوية على الإمام الحسن هذا عنوان خامس وسادس هذه حروب الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إلى واحد من أقربائه من أرحامه كان قائد جيش بعثه للمنازلة مع معاوية اشتراه معاوية اشتراه انطاه فلوس وراحه بصوب معاوية باع الإمام الحسن بحفنه من المبالغ التافهة بحفنه باع الإمام الحسن هذه إرهاصات كبيرة كانت الإمام الحسن شنو يسوي مع هذه الأمة الخائرة المنقلبة على نفسها أبي المؤمنين أبوه ذاك الذي كان يحظى بذاك الدعم الهائل من رسول الله صلى الله عليه وآله شنو سووا فيه هدوا عافوا فكيف بعد أبيه اللي بعت الإمام أمير المؤمنين انقتل الجيوش تراجعت النفوس حصل فيها تراجع شديد هذا صلح الإمام الحسن صلح الإمام الحسن أكثر العناوين ملغومة في التاريخ جدا بحث شائك ليش حصل هذا الصلح يكتبون في التاريخ أنه مئة ألف مقاتل كان عند الإمام الحسن ما هو المقاتلين مقاتلين منقلبين على أعقابهم لم يكن حكم الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إلا بعد أجيال متعاقبة واحدة والآخر إجوا هذه الولايات اللي حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله دمروا الوضع ورثها أمير المؤمنين خلال ثلاث أربع سنوات وكلها كانت حروب ما فضى أمير المؤمنين لأن ما فضى لم يفضى لأن يعدل المسار هو الأمام أمير المؤمنين قال صلى الله عليه قال لأنه ما قدرت كلها حروب كانت حياته مفروضة حروب مفروضة عليه هذا الظرف حقيقة أكثر الأم حياة الأم عليه الصلاة والسلام كلها ملغومة الإنسان اللي يعيش يريد يمشي صدقوني في سيرة الأم مثل واحد جاي يسير في حقل الغام شلول هذا ما يطلع بسلام معقول هذا يطلع إذا فت خطوة عشر خطوات طلع بسلام أخيرا في الخطوة الحادي عشر ينفجر أكثر حياة الأم عليه الصلاة والسلام كحقول ألغام هي حياة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لذا الإمام الحسن مغمور الحسين عليه الصلاة والسلام خاض ثورة والله تبارك وتعالى أراد أن يوصل هذه المظلومية للأبدية فالحسين كثير يذكار صلوات الله عليه لا شك أن الإمام الحسن هو أفضل من الإمام الحسين ودوره أكثر أهمية نعم الله تبارك وتعالى جعل لقضية الحسين هذا دون أفضليته جعل لقضية الحسين صدى أكثر باعتبار أنه هذه قضية مظلومية يفهمها عامة الناس فمن خلال هذا يكون الحسين سفينة لانتشال البشرية على مر التاريخ من الحضيظ ولكن قضية هو الحسين قال أخي أفضل مني يوم عاشوراء في اللحظات الأخيرة من حياته خاطب أخته زينب صلوات الله عليه قال أبي خير مني جدي خير مني أخي خير مني لا شك دور الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الحقول من الألغام هل قد كذب أكو الروايات وصلت إلى كتاب الكافي بسند عجيب يكاد يكون معتبر أنه يقول أمير المؤمنين على العياذ بالله لا تزوج الحسن فإنه مزواج مطلاق شوف وصلت للكافي في كتبنا شوف كم شغل الماكنة قوية تشتغل هذا هذا السبط الأكبر وهو أشرف الناس بعد أمه وأبيه وجده أشرف الخلق شنو يعني هذا مفهومة شنو هذه مفهومة جدا قبيحة الإمام العياذ بالله من وراها شنو على لسان أمير المؤمنين مو يدقوا الأمام الحسن على لسان أعداءه لا يضعون الحديث على لسان أبيه مثل ما قالوا بالنسبة إلى أخيه الحسين خرج على دين جده فقتل بسيف جده شوف ما يجيب يواجهك هو لا يخلي جده يواجه يضربون الحسين بسيف جده الحسين فقتل ازدلف إليه ثلاثون ألف المام صادق يقول كل يتقرب إلى الله بدمه شوف الماكنة قضية الحسين قضية ما كانت قضية معقدة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام برز وقتل كانت مصيبة عظمى اعتبرها الله تبارك وتعالى أعظم مصائب التاريخ على الإطلاق لا شك بس ما كانت معقدة كانت تضحية بلا حدود كانت مصيبة بلا حدود ما كانت معقدة بلا حدود حياة الإمام الحسن معقدة بلا حدود حتى الشيء الراحة وفيها الحواريين راحوا فيها وإلى يومنا هذا على رؤوس الأشهاد وعلى المنابر تذكر أعظم مثالب للإمام الحسن على لسان الأمير المؤمنين ومن أصح الكتب الشيعية روايات بإجماع الفقهاء باطلة روايات مكذوبة على الإمام الحسن وهكذا وأصلاف أنه كان لين العريكة كان ميال للدنيا كان نزاع لحب الدنيا لذا شنو اعتزل الحرب ما كان يحب أن يخوض بعدين شنو في قبال أخيه الحسين كان شنو شهم كان شجاع شوف لما يضرب الحسن يضرب بسيرة الإمام الحسين لاحظوا هذه حياة حقيقة أكثر حياة الأمة على الإطلاق من حيث الأشواك الموجودة في سيرته هو حياة الإمام الحسن هذا الجانب الأول جانب الصلح الجانب الثاني جانب هذا يسموه الفعل الجانب الثاني اللي هو الركن الثاني للتنشئ هو الاتصال كيف الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أنشأ جيل كيف أنشأ جيل حقيقة هذا مو إدعاء الإمام الحسن كيف هو مطور بشري هائل جبار كيف مطور بشري كيف صنع بشر قادة كيف صنع هذه عبرة هذه أبرز شيء يوصف به الإمام الحسن يسموه كريم أهل البيت هذا صفة النفس الكرم لاحظوا في اللغة العربية هذه الكلمة تختلف عن الجود الجود صفة يد الكرم صفة نفس الإنسان الشهم الإنسان اللي نفسي تطيبة الإنسان اللي يعفو عن الآخرين يعفو عن إساءة الآخرين هذا يسموه كرم النفس الكرم الله في القرآن يقول وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ كَرِيمٌ مو يعني معطاء موسى ما سامعين عنا أنه رجل معطاء كان هذا في وصف موسى كريم يعني كريم النفس كريم أهل البيت هذا أبرز شيء يذكر في وصف الإمام الحسن هو الحلم مو كان يسموه حليم أهل البيت الحلم هذا من أهم العوامل في صناعة الإنسان نحن البشر نفوسنا هشة نحن الحياة قاسية الناس لا يرحمون هذه العناوين ثلاثة نتيجتها دمار الإنسان نفوسنا ضمايرنا أرواحنا مهزولة شوف هذا العنوان الأول هشاشة نفوسنا نحن الناس ضعفاء وكان الإنسان ضعيفة نفسياتنا ضعيفة لذلك القرآن أهدعش مرة يحلف قد أسأف لحمن زكاها نماها يعني هاي النفس نفسها هزهية هزيلة هزيلة هشة مهزوزة خاوية هذه شوفوك نفوسنا بعدين الحياة قاسية الحياة مصيبة معقدة الحياة نحن جاي نخوض هذه الحياة القاسية المشكلة بها قواعد جدا معقدة نخوضها شنون أخرجكم من بطون يا أمهاتكم لا تعلمون شيئا بالجهل نخوضها هذا الجهل مع حياة معقدة والمصيبة الثالثة الآخرين الآخرين أهون شيء في الآخرين أن شنو يدوس على حقوقك ما يكو أبداً اهتمام في الآخرين لمراعاة الحقوق فشنو الحق يهضم فبين هذه الهشاشة وتلك القساوة في الحياة الهشاشة في النفوس والقساوة في الحياة وهذا نزعة التعدي في البشر نزعة نزعة كل واحد يريد يعتدي على حقوق الأقل شنو يصير الإنسان يضيع يضيع فحقيقة تنداس لما تنداس شنو يتحول إلى موجود بين موجود وحش كاسر أو موجود شنو منحسر عن الحياة لا فائدة فيه لا يمكن أن يقوم بدوره الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام من خلال شوفوا هذه تربية أفضل عملية لصناعة الإنسان أنه شنو السكوت على مساوئه الحلم معه الصبر عليه هذه العبارة أقولها لاحظوا أشعره المحبة أنك تحبه على رغم مساوئه من دون أن تطمطم على مساوئه لا ما يخالف قل له قل له أنت أنت عندك جحالة بس شوف لازم مو تكذب تقول أنا أحبك لا لا يفيد لازم يستشعر يستشعر أنه تحبه وتعزه وتكرمه على الرغم من كل عيوبه صدقوني السعادة الطاغية هذه شوفوا هذه السعادة هذا شعور يطغى على كل البلاوي اللي يشوفها الإنسان هذه الملاوية التي تسحق الإنسان بلاوية الدنيا قلت هشاشة النفوس قساوة الحياة نزعة الاعتداء في الآخرين هذه الحياة هذه شنو تدمر تسحق الإنسان شنو يعوض هذه المصيبة هذه الآلام الصبر على الفرد التحمل السكوت السكوت يعني شنو يعني لا تفضحه نعم نبهه لازم الإنسان واجب أن ينبه أهداء لي عيوبي يعني شنو نبهه قل له أنت كذا 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 ابنك صديقك قل له بس شوف فالشكل تصرف اللي لا يتصور جاي يتقص عليه جاي يتشذب عليه حقيقة ذوقه شنو المحبة خليه يستشعر أنك تحب والله هذه الحالة تعطي سعادة في الفرد الآخر تطغى هذه السعادة على كل المساوى الموجودة في الحياة هذا إذا يعيش في مشاكل كثيرة ويا زوجته ويا أهله ويا زوجها إذا استشعرت المحبة من أبيها من أي واحد آخر حقيقة تعيش الحياة بسعادة هذه السعادة تكون حقيقتها تكون حقيقة النفس تصنع الرجال هذا أبرز ما تجده في حياة المعصومين تجده في حياة الإمام الحسن عليه الصلاة والصلاة يجي يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين منه يقول له صديقة مو عدوة تدري الإنسان لما ينطعن من خلف هذه كارثة ما حد يتحمل يجي قل لفد واحد من أصحابه اسمه شنو مذكور ابن شعب البحراني يقول اسمه يذكر اسمه معروف هذا اسمه معروف جداً معروف على كل حال يقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين يقول له إمام الحسن يقوم يبجي يقول أنا مو أمير المؤمنين لا تقول له هذه الكلمة يصرخ بعداً هو نفسه هذا يقول السلام عليك يا مذل المؤمنين السلام عليك يا مسود وجوه المؤمنين هو هذا يقول له هذا اللي كان يخاطب بأمير المؤمنين يعطي لقب اللي ما يحق هذا اللقب إلا ل علي بن أبي طالب ينطي لقب أرفع هذا اللقب بالروايات المتواترة لا يحق لغير الإمام أمير المومي عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الذي يعتقد بالإمام هذه الدرجة الإمام يسكت عليه ما يهينه ما يرد عليه يتحمله هذا التحمل تدرون هذا التحمل الذي صنع عابس اليوم عاشراء ينزع يفصخ يقول جنن الحسين الحسين عليه الصلاة والسلام وين شاف العابس من صنع هذا الحسين صنعه لا هذا صنعت الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام هذه تربية الإمام الحسن صناعت لاحظوا فد مسألة أقول إشارة كل شيء فد قصة خلق أنقل فد واحد الوالد ينقل يقول سمعت أحد كبار الخطباء ما الخمسين سنة قبل سمعت كان هو رجل عالم السيد أحمد القمي الروحاني هذا عالم كبير في قمي يقول دعيت إلى تشيع جنازة في طهران رحت إلى طهران في تشيع جنازة ما أعرف الميت على كل حال بس شفت أهل الميت مبين عليهم عادة بالتشيع مبين أهل الميت منهم الناس يحتفون فيهم ويمسكون تحت مثلا أياديهم بأياديهم يعزوهم يصير أكو التفاف أهل الميت مبين شفت أكو واحد بالتشيع هذا محد بصوبة موسط الأصحاب الميت يمشي بصوبة آخر بس جزعه أكثر من جزع المفجوعين يبقي يلطم يبقي بالتشيع وما أحد يصوبهم ما أحد يعزيه تعجبت تقربت مننا قلت له أنت شنو منو شو تصير منها الميت قال لي قلت له الميت ما يصير منك قال لي ما يصير مني شي قلت له أشوف أنت أكثر من أصحاب الميت جاي تبقي وتجزع شنو غصالفتك قال هذا الميت هذا اللي يشيعه سوى بي شغلة إحسان الأبو ما يسويه يا ابنه الأخو ما يسويه يا أخو قلت له شنو قال أنا عندي زوجة وأولاد سنوات طويلة أعيش الفقر مسحوق بالفقر ولا يوم فكرت أبوك أسرق قلت أعيش بنزاهة بس الحياة كانت ساحقتني سحك ما أعرف دربي أصلا الزوجة عادت أن تلومني الأولاد يبتون وهي سنوات هالشكل اليوم من الأيام أجت في مسجد أصلي إنسان مدين أنا نيتي خالصة وقفت الصفوف كانت كلها مليانة مستكة وقفت وحدي في صف وراء الصفوف كبرت قبيل أن الإمام يركع يجى واحد ركض ركض من الوراء من المؤمنين وقف جنبي فرغ كل ما في جيوبه تدرون شايفين بعض المقدسين يسووها هذه يفضوها ليكون مثلا حديد مكروه ما أدري مثلا بوك نجس مثلا كذا يفرغ فرغ كله كان مستعجل لأن الإمام كان على مشارف الركوع فكبر واستعجل وراء ما في جيبه أمامه وثم كبر ركع من جملة ما سقط من يده كان محبس جدا فاخر راقي هذا باعتبار أنه كان مستعجل رماه يجى هذا المحبس بصوبي شوية بالسجود شفت الشيء مبين علي ثمين جدا لا يقدر بثمن ما أدري يقيم تشقات بس أدري هذا شيء ثمين جدا في الصلاة قررت أسرق هذا المحبس وأنا بعمري ما مفكر أسرق لكن قساوة الحياة سحقت لي وكل ركوعي وسجودي كل وقوفي يصير قرار أن أسرق وبس متى وقت اللي أروح للسجود وقت اللي يصير للسجود أخاف أبضل فالصلاة كلها أصلاً ما فهمت الصلاة إلى الركعة الأخيرة شفت أنها هذه فرصتي الأخيرة يو أموت من القهر يو أصبح غنياً قررت بكل صورة في السجدة الأخيرة وضعت يدي على المحبس كأني مثلاً أسجد عندما رفعت الرأس شلت المحبس بإيدي خلت إيدي على على فخذي وكنت مضطرباً جداً ألاحظ هذا المؤمن هل افتهم ما افتهم شفته ما افتهم في أثناء الصلاة قررت أنه بمجرد السلام أقوم وأنحاش أشري بمجرد الإمام سلم هذا الرجل كان قاعد بصفي خلّ إيده على إيدي هاي الإيدة الملغومة هاي الإيدة اللي بيع هاي السرقة مسكها إيدي كنت أن أموت من الخوف إنسان ما يسرق تدري هذا هذا قلبه يمكن يتوقف أصلاً من من موقف مسك إيدي خلّ حلجة في أذني وقال لي حلالك حلالك مثل حليب أمك أخذ أخذ المحبس إلك بس شوف لو اتورطت في أثناء بيعة أنا اسمي فلان ابن فلان إذا مسكوك اعتقلوك يمكن يشكون فيك قل لهم فلان ابن فلان يشهد لي أن هذا يزكيني أن هذا ملكي قم روح يلا خلاص مسكني ما كان يريد يفهمني لا كان يمكن بإمكانها أن يغض الطرف مبين علي بس خلي كان حريص على أن لا أتورط فيقول طلعت في أول محل بعد المسجد دخلت بيعة محابس عرضت للبيع صاحب المحل أخذ يطلع فيه وفي المحبس فهم من ثيابي من حالتي فهم أنه أنا ما أتمكن أملك مثل هذا الشي فقال لي من وين سرقت المحبس فخفت خوف شديد قلت لأ أنا مو سارق أنا مالك كذا فقال أنا حلف والله ما أسلمك المحبس إلا بالمخفر وصاح الناس فجأة دكان امتلأ ناس مسكون يعتقلوني بعد ما أقدر نحاش حتى المحبس إذا أريد أغض الطرف عنه بعد وين أقدر نحاش قلت لهم بابا حجي فلان ابن فلان بالمسجد هذا يمكم الآن روحوا واحد ينادي هذا يزكيني هذا يشهد لي أنه أنا مالك راحوا جابوا الحجي الحجي مشهد حجي وجيه من وجهاء البلد كان فاحتذروا مني أطلقوا سراحي طلعنا بره الحجي مسك إيدي قال لي شوف عندي اقتراح إليك أنت ما تعرف سعر هذا وما تعرف تبيعه يقصون عليك إذا تبي هذا ملكك ما يخصني أبدا بس إذا تبي أنا أبيع لك إياه إذا تبي قلت له إيه رحم الله أمك أبوك أخذ إيدي وداني في محل وباع المحبس بأغلى من سعره الحقيقي كان يشالش مع لأنه وجيه الناس يقبلوه كان يقول له أن هذا فقير وهذا مالك أنت لازم تنطي أكثر من السعر الحقيقي فأعطاني أغلى اشتراه بأغلى من ثمنه طلعنا بره وحفنا هائلة من الأموال بيدي قل لي شوف فدقت راح ثاني عندي القضية ما تخصني الأمر يرتبط بيك وهو أنه تعال أنت الآن هذا المبالغ هاي رح خلال أيام تصرفها وخلاص هباء من ثورة تروح وراء ستة شهور بعد مرة ثانية تقعد على الرينج تعال أسوي لك شغلة أقدم لك خدمة إذا تبي أنا أعرف ناس هاي المحلات اللي تبيع عقارات تعال اشتري بهذا المبلغ دار من شنو من غرفتين في غرفة أنت أسكن أنت وعيالك والغرفة الثانية أجرها بالنتيجة هم إلك مأوى مو يطردوك كل دقة من البيت وهم بالنتيجة فد مدخول هذا الإجار اللي يدخل لك هذه تقضي حياتك الأساسية والباقي على الله إذا تبي قلت لأي رحم الله أمك أو أبوك سوي لي في الدار محقرة صغيرة في أطراف طهران يقول إجي وداني مكان اشتري شويهم هو من نفسه خليه مال اشتراني بيت أنا من ذاك اليوم ما أدركت مفهوم الفقر أصلا والآن أنا من أكبر التجار في طهران هذا هج سوا فيه ما رضي إلا أنه فقط كان هناك حرص شوفوا هذا الإنسان اللي كان يسرق هذه المرة بعد هذه المرة يقيناً فد مئة مرة راح يسرق وأخيراً فد يوم كان شنو يطيح في الفخ ويمسكو يعدمو عائلة شنو تصير أولاد شنو يصيرون هذه فد مسألة من أهم عوامل تنشأة الإنسان صناعة الإنسان تطوير الإنسان كمال الإنسان هو شنو؟ هو الحلم معه الصبر معه التحمل هذه حقيقة ما أحوجنا هذا اليوم إلى هذه النفوس في كل المجالات خاصة في المجالات الإدارية هي إدارة عائلة أو إدارة مؤسسة أو إدارة مشروع إدارة حوزة إدارة أي شيء إدارة بلد إدارة القائد أهم شيء فيه شنو؟ غض الطرف السكوت الستر على الآخرين مثل ما الله يستر علينا نستر على الآخرين نعم نعم هذا مو معناته أنه لا تفهم هذه مسؤوليتنا بس فهمه بكيفية اللي يستشعر أنك تحبه لا يحس فيك أنك أنت عدو أبو عدو الولد الشاب إذا أدرك أنه أبو عدو هذا وين يروح وين يوصل هذا هذا يروح بالمخدرات في أهوان الفروض روح يذبح يقتل روح ينقتل هذه قضية خطيرة حقيقة ما أحوجه هذا اليوم إلى هذه الحالة التنشئة لاحظوا إحنا عدنا فتنزعة ميالين للانتقام صدقون نعيش على الكراهية الناس بالنتيجة طبائعهم تختلف لا تسمح لأن اختلاف اخوك اخوك او أبيك أبوك اختلاف طبائعه تجعل نفسيتك مريضة لا تحول الأمراض النفسية هذه مصيبة منذ الطفولة معروف هذا الأولاد في الصف الأول دائما شنو يراهلون على موت المعلم يحبون أن المعلم يموت حتى فتشم يوم مثلا يعيشون فيه مثلا احنا هالشكل إذا نختلف ويا واحد وما نقدر علي وخاصة إذا ما أخذ مزردومنا نتمنى هذا يصيب سرطان العياذ بالله يموت بابا هذا صاحب عائلة بالنتيجة هذا عيش عائلة هذا ابن هذا إنسان مهما كانت تصرفاته قاسية لماذا نعيش هذه النزعة هذه النزعة موزينا حقيقة أقل شي يتمرض نفوسنا إذا ما تأثر على تصرفاتنا إذا ما تحدد ردود أفعالنا طبايع الآخرين تحدد ردود أفعالنا هذه كارثة حقيقته خلي على طبيعته قل له بعدين أنت تحمله تعامل معه تعامل جيد هذه من أهم ما يمكن استلهامه من حياته هذا الإمام العظيم الحديث في مسألة التنشأة جدا جدا كثير أهم شيء أعيد وأكرر التسامح الشهامة كرم الأخلاق هذه المفاهيم أرقى مفاهيم في صناعة الإنسان وفي تطوير الإنسان الآخر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر وفي تطوير الإنسان وفي تطوير الإنسان وفي تطوير الإنسان المترجم للقناة المترجم للقناة